السلام عليكم أصدقائي أنا الزار وبرحب فيكم في قناتي السزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع كيف المايكروفون؟ خلص هذا المايكروفون اللي حنصر نستخدمه للتسجيل بشكل رسمي من هايبر اكس وكيف العزل؟ إن شاء الله نكون عجبكم الصوت وعزل كله تمام تمام هايبر اكس جابوا المايكروفون يو كام عملوا لي عزل في الستوديو شكرا جزيلا لهاي الشركات وجزاكم الله خير هيا نبليش بالأخبار شركة هواوي رغم كل شي تستعيد صدارة السوق أو الحصة السوقية في الصين في بيع الهواتف القابل الطي نعم دخلين إخوان يعني هواتف باخدوش آخر معالج هواتف باخدوش خدمة الفايف جي ما عليها برامج جوجل وهذا مش مهم لأنه في الصين الصين ما بيهتموا لبرامج جوجل ومع ذلك ما أخذي خمسين بالمية من حصة الهواتف القابل الطي مع أنه الشركات المنافسة أوبو فيفو وان شاومي مين كمان كل الشركات اللي بتصنع هواتف قابل الطي مش قادر تنافس هواوي في الصين حتى بهالأجهزة فتخيلوا أنه قريبا إن شاء الله يقدروا يعطونا معالج يدعم الفايف جي شركة لينوفو صحيح طلعت من سوق هواتف الألعاب بطلت تعطينا هواتف ألعاب قوية أوكي ولكن عملوا منتج جديد متخصص بالألعاب لينوفو ليجين جو يعني هذا الجهاز موجود لحتى ينافس الرو جي ألاي أو ستيم ديك قديش حينافس مش عارفين لسه ولكن جهازنا بدائيا بقلد النينتندو سويتش إذا بتتذكروا فممكن تفكي الهاندلز أو الكنترولر من على الشاشة اللي هي أصلا شاشة كبيرة 8 إنش فيش تفاصلتها عن الشاشة أيضا فيه ألوان الار جي بي لحتى تعطيك إحساس الألعاب ولهذا المعروف عن لينوفو وليجين جهاز يحمل معالج من AMD اسمه Ryzen 7040 بعرفش لسه هذا المعالج كيف أداءه وشو قدراته وعننا مدخلين USB Type-C وعننا أزرار كنترول للعب كثيرة M1, M2, M3, M4 وكمان يعني فيه أزرار كثيرة تيجرز للألعاب حتى تقدر تلعب بأفضل طلقة ممكنة وفيه مدخل Micro SD Card وفيه مدخل 3.5 شو رأيكم بهيك جهاز هل حينافس ولا لا شركة أوبو تجهز لإطلاق ساعة المرة هاي تكون ساعة منافسة ساعة إلها وجود إلها قيمة إلها وزن في سوق الساعات الذكية بس أول شيء الاسم اسمه أوبو واتش فور برو يعني غريب الاسم صاح؟ يعني تمنيت لو هتموا أكثر بالاسم الشكل ما بخاف من أوبو من موضوع ديزاين أبدا ورح تحمل معالج من Qualcomm Snap Dragon W5 الجي الأول بس الشاشة هتكون أموليد وحتكون LTPO هذا كويس يعني مفروض أنه يعطينا عمر بطارية كويس هيكون فيه 2 جيجابايت رام للساعة هيكون فيه مستشعر للحرارة ومستشعر للإي سي جي وبطارية فيفو حاليا تعمل على جهازها القادم الفيفو اكس مية مية برو مية برو بلس جهازه مفروض يكون قرار فيه وحيكون التركيز كالعادي الكاميرات 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 أورادي الفيفو تسعين برو بلس كان عنده كاميرات خرافية هيأخذوا منه أشياء كثيرة وحطوها بهذا الجهاز الجديد الكاميرا الأولى الأساسية هتكون خمسين ميجابيكسل محسات سوني IMX989 أو الواحد إنش أريد يستخدموه في الجهاز السابق الجديد في الموضوع ممكن يستخدموه بسموها فتحة العدسة المتغيرة زي هواوي ما عملو في الميت فهذا الجديد على الكاميرا الأساسية وراح نشوف كاميرا 200 ميجابيكسل محسنة مفروض تعطينا تجربة حلوة وفينا كاميرا 50 ميجابيكسل للبورتري نفسها اللي كانت موجودة على الجهاز السابق بس ممكن نشوف السوفت وير يعني أحسن المعالج متوقع جدا سناب دراج من ثماني الجيل الثالث فما رح يطلع الجهاز إلا لما يتم الإعلان عنه من قبل شركة كوالكم عن المعالج الجديد قريبا مفروض شهر 9 وهذا الهاتف حيكون عنده معيار الـ IP68 يعني عندك مقاومة ماء وغبار ممتازة جدا تغيير على الهارد وير مش كبير كثير أتمنى يكون فيه تغيير على السوفت وير قوة جدا سامسونج بتحب الكاميرات وسامسونج مش بس بتقدم كاميرات خرافية على أجهزتها سامسونج شركة ضخمة جدا سامسونج هي المنافس الأول لشركة سوني في صناعة حساسات الكاميرات في عنا أول شي سوني بعدين موبالش ساتيجي سامسونج حتى سامسونج صارت تقدم حساسات يعني أفضل سعر من سوني ونشوفها على أجهزة صينية كثيرة جدا حاليا فيه تسريب يقول أنه بشتغله على أربع حساسات جدا مش واحد أربع الحساس الأول بدي يكون اسمه الجي أن ستة كاميرا خمسين ميجا بيكسل وهذا الحساس اللي هو هيكون انتوريستنج انتوريستنج ليش؟ هيكون واحد إنش هذا أول حساس من سامسونج واحد إنش لكن الغريب في الموضوع التسريب بيحكي أنه هذول الحساسات مش لسامسونج يعني مش لأجهزة سامسونج هيكون للشركات الأخرى فغريب صح؟ توقعت يكون واحد منهم يعني مخصص لأجهزة سامسونج على كل حال بنشوف إنشاء الله في المستقبل حساس الثاني هيكون HP7 200 ميجا بيكسل حساس الثالث هيكون 320 ميجا بيكسل بس مش معروف يعني شو اسمه وين هيكون لكاميرا للتليفون لإيشي ثاني وفيه حساس رابع 440 ميجا بيكسل HU1 فعرفش صراحة بدي يستخدمه عم جد بالتليفون يعني مش منطق صح 440 ميجا بيكسل بس هذا الشغل اللي بيشتغل إليه حاليا سامسونج أنا مش معطرد ولكن أتمنى نشوف إشي مرتب آخر خبر عن شاومي تم تسريب شكل الشاومي 13T برو عشان ما تتفاجأ لأن حكيت عن الموضوع أكثر مرة هو نفس تصميم الشاومي ريدمي K60 ألترا لأنه K60 ألترا موجه للصين فقط شاومي 13T برو موجه للعالم بس تسريب وحيد بيحكي إن الكاميرات ممكن يكونوا نفسهم لكن أداءهم أفضل كيف؟ ممكن حساس مختلف ما بعرف حاليل ما بعرف لكن بيقولوا إنه نفروضه الكاميرا أفضل لأنه عندنا باقي المواصفات نفس الإشي معالجة Diamond City 9200 بلس نفس الشاشة بتردد 140 هرتز نفس البطارية 5000 مع الشاحن سريع 120 واط يعني تقريبا كل المواصفات نفسها بيظل إنه يكون فيه فرق بأداء الكاميرات وهذا شيء مرحب فيه يعطيك ألف عافر تمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من الأخبار أشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء